اشتركوا في القناة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سبحان الله هم يقولون عن أنفسهم بأنهم إصلاحيون إنها الكلمة التي نطق بها أجدادهم من قبل إنما نحن مصلحون فتحت تيار الإصلاح ولواء الإصلاح وباسم الإصلاح والإصلاحيين هكذا يظهر هؤلاء الآية صريحة جداً وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فيزعمون أنهم تيار إصلاحي وتارة يقولون تيار تنويري أو تيار تجديدي ونحو ذلك من الأسماء التي يخادعون بها خلق الله تعالى والله عز وجل قد بيَّن حالهم بياناً صريحاً لما رد على ادعائهم بالإصلاح بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون إذن فعلهم ليس بإصلاح وإنما هو إفساد إفساد في الأرض بجميع ما تحوي هذه الكلمة من المعاني إفساد الأعراض إفساد الأموال إفساد النفوس وقبل ذلك إفساد العقيدة والدين والإيمان إفساد بكل ما تحوي هذه الكلمة من أنواع الأذى والشر والمكر من أنواع الضرر على الناس على المسلمين وصفهم الله تعالى بأنهم أهل الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فهم يرون أنفسهم أنهم على خير ولكن في الحقيقة أهل شر ذكر الله تعالى من صفاتهم أنهم يتعاونون فيما بينهم فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني يتعصب بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعضا وتتواطأ أقوالهم بعضهم من بعض ماذا يفعلون؟ قال الله بصراحة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فإذن التناصر بينهم قائم والتعاضض بينهم والتمالؤ والتواطؤ والاشتراك في الكلام حاصل يؤيد بعضهم بعضا مقالاتهم تتتابع في نفس واحد حججهم تتكرر في سياقات متنوعة أهدافهم مشتركة جميعهم يريدون الوصول إليها بعضهم من بعض ما هو غرضهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هل رأيتم برنامج العمل الذي ذكره الله في كتابه لهؤلاء المنافقين؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إذن لا غرابة بأن يسعى هؤلاء إلى الإفساد في الأرض ولا غرابة أن يسعى هؤلاء إلى نشر الشر بأنواعه حتى ذكر الله تعالى في سيرهم وأعمالهم سعيهم لنشر الشهوات ولا شك أن هذا قد جاء صريحا في سورة النور وقد كانوا في فتنة الإفك التي أنزل الله فيها ما أنزل حريصين كل الحرص على هذا النوع من الفساد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فهم لا يقولون عن أنفسهم إنهم كفار مرتدون محاربون لله ورسوله ولا يقولوا بصراحة إنهم يرفضون دين الإسلام وأحكامه إنهم ليست عندهم الجرأة والشجاعة أن يقولوا إننا لا نرضى بحكم الله ورسوله وإن الشريعة لا تعجبنا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فما هو مرجعهم؟ حكم الكفار حكم الجاهلية حكم الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما هو الطاغوت؟ قوانين البشر وأهواء البشر وقد أمروا أن يكفروا به شرعاً ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً هؤلاء إذا دعوا صراحة إلى الدليل من الكتاب والسنة صدوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هذا الذي يصلح الحال هذا الذي يصلح المجتمع هذا الذي يؤدي إلى الحق هذا الذي يؤدي إلى الخير هذا الذي يؤدي إلى الاستقرار هذا الذي يؤدي إلى الأمن العقد والإيمان والفكر والنفس والعرض والمال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودة فهناك صدود وهناك إعراض وهناك رفض ضني يعتمد في صراحته على حالهم من جهة القوة والضعف فإذا كانوا إلى القوة أقرب كانوا إلى التصريح أقرب وإذا كانوا إلى الضعف أقرب كانوا إلى الإخفاء أقرب